المتابعين في المملكة العربية السعودية سعد الله وصباحكم بكل خير نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم سادة أجواء مستقرة في عموم المناطق نشطة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في العديد من المناطق المملكة تحديدا أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية عملت على تدني في مدى الرؤية النفقية خلال الساعة القادمة وخلال أيام القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من الآن نبدأ نشرتك العادة بسؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث انتشرت كميات قليلة من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الغربية المنطقة الشمالية الشرقية عبر منطقة حائل خلال ساعة الصباح الباكر عبارة عن تسحب عالية بدون فعالية فيما خالت باقي مناطق المملكة من الغيوم نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام القادمة نبدأها بيوم الاثنين توزيع الكتل الهوائية المتوقعة حيث تتأثر المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية ببقايا الكتل الهوائية الباردة النسبيا درجات الحرارة تكون في هذه المناطق حول إلى قلب قليل من معدلة مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء يمتد منخفض البحر الأحمر من جديد يتمركز إلى الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية يدفع بكتل الهوائية حارة من جديد نحو عموم منطقة الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية وبالتالي هناك ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال النصف الثاني للأسبوع الحالي بالتزامن مع وصول لكتل الهوائية باردة جديدة قادمة من شرق البحر الأبيض والتوسط عبر منطقة بلاد الشام لتصل منطقة تابوك ومنطقة الجوف خلال يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة في هذه المناطق لكن تستمر مرتفعة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة خلال نهاية الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع ننتقل عن وياكم لعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى السود الأجواء مستقرة وصافية 17 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 16 درجة الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلات أسرع نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الثلاثة تقل درجة الحرارة حول الأقل من قليل من معدلات المتلال الوقت العام 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21 يوم الأربعة ترتفع بشكل ملموس 34 إلى 25 وتواصل ارتفاعها يوم الخميس لتسجل 36 درجة مئوية أما الصغرى 26 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر